الجاي مشاهدينا هنشوف في مؤتمر عقده الدكتور أشرف زاكي نقيب المهن التمثيلية ده كان مؤتمر صحفي الإعلان عن آليات احترافية جديدة بيتم العمل بها لأول مرة لتنظم العمل في مجال المهن التمثيلية وتقنن أوضاعه حضر هذا اللقاء أعضاء مجلس إدارة النقابة نشاهد شوف حاجة إحنا منوطين بحماية الفن النصي في الفترة الأخيرة ظهرت ظاهرة غريبة جداً وها انتشار ورش ومدارس تمثيل معظمها يعني ناس بيتحكوا على الشباب اللي عندهم حلم التمثيل وحلم الشهرة الأخير ده ما يمنعش إن فيه مجموعة من الورش أو المدارس مجموعة محترمة وصدقة إحنا مش هنوف نتفرج والفن مهنة من المهنة ده نهاردة اللي حاصل في السوق إن أي حد بيجيب أي حد يشتغل وإي حد يمثل لا شايفين نقابة ولا معترفين بالنقابة ولا تصريح النقابة إلى آخر فالنقابة قننت ده اللي شايف إنه عايز يقدم وجه جديد أو عايز يمثل يتفضل يخش يروح النقابة بيسحب استمارة بيخضع ليه ميتنج في الأول بنشوف إنه هو هل لديه موهبة أو لا إذا كان لديه موهبة بيخضع لورشة مدتها ستة أسابيع ثم بعد كده بنفتح له ملف وياخد أول تصريح ثم يستمر إلى آخر فإنما واحد كده من يجيبه من الشارع ويخش يمثل لا لأن في الأخر إحنا المسؤولين عن هذا اللي بيشتغل وإحنا اللي هنديله تصريح إنما لن يسمح لأحد من يشتغل بدون تصريح من النقابة وديه درعات التصريح في النقابة وإحنا بنعمل شكل إيجابي جدا بالعكس يعني أنا شايف إن الموهبة الحقية هترحب بهذه المشروع إحنا ما فيش شروط ولا حاجة إحنا الورش التقييمية لنقابة المال التمثيلية لغير أعضاء النقابة أي حد شايف إنه عنده بقدرة على التمثيل أهلا وسهلا بيقدم عندنا أول حاجة بيعمل لقاء شخصي مع مجموعة مدربين بيشوفه من خلال دراسات علمية مش من خلال التمثيل مش من خلال أنه هيعمل قدامه ما شد من لقاء شخصي بيشوف قدرته على الإبداع من خلال مجموعة اختبارات كده بتبقى موجودة في علم النفس زي حتشوف الصورة دي رد فعلك على الصورة شكله إيه الصورة دي بتشكل عندك إيه بتفضل أنهي أشكال كل دي لها دلالات نفسية هذه الدلالات النفسية بتحدد هذا الإنسان هل عنده القدرة على الإبداع والابتكار ولا ما عندوش شاف الصورة دي إزاي الشخص العادي هيشوفها كما هي عليه الشخص اللي عنده القدرة على الإبداع هيشوفها بشكل مختلف هيشوفها هتعمل عنده حالة هتعمل عنده دلالة دانية هي دي دي الاختبارات الأولانية أي حد يجي وحيشوفه والله ينفع هيكمل وقولوله تعالى تفضل حضرتك خش الورشة نقنن بقى مسألة التمثيل بتاعتك احنا كان فكرتنا بمنتهى البساطة يعني عشان مش عايزة أطول ولا استطرت في كلام كتير جدا احنا مش هنسيب حد يشتغل من هذه التصريح بعد الآن إنما مش هنسيب حد موهوب في جمهورية مصر العربية ما يكونش تحت مظلة النقابة وعشان كده فكرنا في إن احنا نعمل ورشة متخصصة جبنا فيها أفضل الناس ولسه هذه الورشة هتتطور يعني ممكن هيضاف إلينا ناس تانين من المدربين ويخرج ناس منهم حسب ما هنشوف طريقة الشغل وقالية العمل والنتائج المرجوة احنا يعني لما هيبقى فيه الورشة دي هي الورشة الوحيدة المعتمدة المؤهلة للتصريح لمن يكتاز هذه الورشة لا حقيقا وإحنا ماشيين بعد شوية هنبتدي نشوف الورشة الموجودة في السوق لأن الحقيقة فيه الورشة موجودة في السوق محترمة ومقدرة ونثني عليها يعني بالأداء وبالعلم اللي عندهم وفيه ناس الحقيقة لا يجوز أبدا ولا يصح أن هم يكونوا بيدرسوا فن التمثيل لحد أو بيعملوا الورشة لحد يدربوها هم مش مهنيين وهم مش متدربين ولا عندهم أي شهادة علمية أول طبعا الدفع الأساسي لإنشاء هذه الورشة هو الدفاع عن المهنة لأن ده شرط أساسي في لايحة المهنة التمثيلية وفي قانون إنشاء نقابات حماية المهنة وتنمية مهارات الفنان اللي بيمارس المهنة كانت في اللايحة القديمة كانت في لجنة بتسمى لجنة التقييم أي حد عايز يمارس مهنة التمثيل بيتقدم أمام هذه اللجنة وكانت بتبقى مشكلة من مجموعة من الفنانين الكبار ويتم اختبار ويقولوا هذا يصلح للتمثيل أو لا يصلح للتمثيل وبناء عليه إذا كان يصلح فكان بتفتح له ملف وبعد كده ممكن ياخد تصريح النهاردة طبعا فيه زخم في السوق فيه مسلسلات كتير بتتامل بناء عليه اتفتح كتير أو مكاتب كاستنج ورش فنية وبناء عليه الناس صاحب شركات الانتاج بيتعاونوا مع هؤلاء الشباب والشابات اللي هم خارجين هذه الورش دون اللجوء إلى النقابة الهدف الأساسي من النقابة هو حماية المهنة فأنا لازم أحمي أعضائي وأحمي مهنتي أحمي أعضائي أنه هو لازم اشتغل وأحمي مهنتي أن أنا أبعد الدخلاء اللي هم غير قادرين على التقدم للجمهور المصري أو جمهور العربي بمواهب حقيقة اشتركوا في القناة